تطورات تكشف خلفية المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة المرقصية في الإسكندرية وعلاقته المؤكدة بداعش مصادر أمنية كويتية كشفت لصحيفة القبس أن المتهم قضى وقتاً في الكويت التي دخلها في أكتوبر العام الماضي بتصريح عمل لكن معلومات أرسلها جهاز الأمن المصري إلى نظيره الكويتي أدت إلى استدعائه للتحقيق حول علاقته بداعش التحقيق مع المتهم كشف عن ضلوعه في الانتماء إلى داعش وتواصله مع قيادات التنظيم في الخارج فبادرت السلطات الكويتية بتسليمه إلى جهاز الأمن المصري القبس أضافت أن مصادرها الأمنية استغربت بإفراج الأمن المصري عنه رغم معلومات تؤكد سلطه بداعش تنظيم داعش أعلن أن الملقب بأبي إسحاق المصري هو انتحاري لسكندرية وقد قضى وقتاً في سوريا التي دخلها عبر تركيا عام 2013 ورغم أعلان مصادر أن اسمه الحقيقي أشرف رجب أبو نعامة لا يوجد أي بيان رسمي يؤكد ذلك أرفد الجنابي العربية